مرحبا معكم كارمي شماس اليوم بدي احكي عن الأربعة 22 كنون الثاني يناير اليوم الأمر مرافقنا من برش الجدي ووصل لبرش الجدي ساعة وبيوصل الأمر لبرش الجدي ساعة 5 صباحا توقيت العالمي 7 الصبح توقيت بيروت يعني ابتداء من الساعة 7 الصبح توقيت بيروت يوم الأربعة الأمر بيكون موجود ببرش الجدي وطبعا بهذه الفترة الشمس صارت موجودة ببرش الدلو كيف بدي يكون انهارنا لكل الأبراج وحتى تعرفوا المزيد من أخبار هيدا الأسبوع لكل برش على حدة تابعوا رجاءا الأبراج الأسبوعية في أخبار كتير حلوة لتأثير الأمر الجديد عليكم وانتقال الشمس لبرش الدلو بتشوفوا بالوصف لهيدا الفيديو الروابط لكل الفيديوهات يلي عم بحكي عنا على كلين كيف بدي يكون انهارنا البداية مع برش الحمل مولود برش الحمل حضروا حالكم للتغييرات يلي راح تعيشوها بخلال هيدا نهار وفي اليومين المقبلين الأجواء نوعا ما بتطلب من موليد برش الحمل يكونوا أتحالوا ويكونوا ويعيين ويكونوا فهمينين للأمور اللي عم بتصير والابتعاد كليا كليا عن الفوضى وعن التسرع وعن التكبر كونوا فليكسبل مارينين في التعاطي مع الظروف يلي ستطرق ابتداء اليوم ولفترة اكتر من 48 ساعة يعني 48 ساعة وشوي الموليد الاكثر تعبا اليوم فيها تكون موليد أدار مارس والاكثر حظا 21-23 نيسان أبريل بنتقل لبرش الثور اليوم مولود برش الثور بيرجع نوعا ما بيستعيد شوي يعني نتفي إقاع الحياة الطبيعية عنده أيضا هناك بعض الإيجابيات بعض المبادرات الحلوة تجاهه لمولود برش الثور وهناك بعض الحزوظ والأبواب اللي بتفتح بوجه مطلوب من مولود برش الثور الإسراع إلى التحرك قبل ما يقطع الأمر برش الشدي كل شيء والأمر موجود ببرش الشدي أنتم على شط الأمان الأكثر حظا اليوم 1-23 14-16 أيار مايو مع احتمال أنه موليد نيسان أبريل يكون عنده الحزوظ الحلوة بنت إلا برش الشوزاء مولود برش الشوزاء بعد معاناة اليومين اللي ما رأوا الثانين والثالثة الجو اليوم بيطلب من مولود برش الشوزاء أنه يتعاطى مع الأمور بنضوج أكتر ضروري يكون التفاهم مع الآخرين على قواعد قانونية واضحة أو أعراف واضحة لتعرف أنه أنت ماشي على السكة الصحيحة وحسب القانون يعني لا يجوز أنك تبقى أنت المخطئ أو أنت يلي ما سهمت بترتيب وإعادة المياه لمجرها الطبيعي بيظل هناك حزوظ حلوة لبأسة بها عندما وليد أيار مايو كمل مع برش السرطان اليوم مولود برش السرطان صحيح من بعد ما انتقلت الشمس لبرش الدلو صرت على شط الأمان لكن بيرجع نوعا ما كوكب الأمر لبرش الجديد حتى يزكسكك شوي وليرجع يحطك بمواقف مهمة بتطلب منك أنك تكون أنت واعي وبتطلب منك تكون حاضر حاضر لحتى يكون في نوع من تغطية لبعض التصرفات يلي أنت منك راضي عنها ويمكن اليوم مولود برش السرطان يطلب من حاله أنه يكون جاهز لحتى يتعامل مع الأمور مثل ما هي لكن بيهدوء وبرواء بعض موليد برش السرطان عندهم اليوم لقاء أو اجتماع بتكون تحطوا حالكم بأجواء أنتوا بأجواء نفسية واعية عقل كبير رجاحة فكر ونضوش وإلا معقولة تخربتوا الحسابات كلها فكبروا عقلكم تعملوا مع الظروف بموضوعية يمكن الشخص الآخر معه حق فحاولوا أنكم توصلوا حالكم حتى ولو طريقتوا تضبطوا شوي بالخطة اللي حطينا قدامكم فضبطوا شوي لقدروا تكملوا مع الموجي بعدوا عن المشاكل خاصة 15-16-17 تموز يوليو بنت إلا برش الأسد اليوم مولود برش الأسد مطلوب منه أنه يحط قدامه برنامج لهيدا نهار شغل كتير يمكن مسألة وحدة بتعزبك اليوم بتاخد منك وقت لكن لازم تعرف أنه الجو العام ليس سلبيا الجو العام إيجابي لكن في شغل وفي تعب وفي تحضير تحضير مسبق لكل شيء لعملك لدرسك لمعيدك لاتفاقياتك كل شيء بكتعامل دفوارك يعني تكون محضر البحث اللي أنت لازم تعمله قبل ما تنتقل إلى المرحلة التالية فرجاء موليد برش الأسد ما تتصرفوا بطريقة اعتباطية تطلعوا أنتوا خسرانين واسمعوا الأبراج الأسبوعية بتعرفوا عن شو عم بحكي هناك بعض الحزوز اليوم لا بأسة بها عند موليد خمسة ستة وسبعة أب أوسطس بنتقل إلى برش العذراء اليوم مولود برش العذراء الأجواء عنده لطيفة بتلاطفوا بتساعدوا بتقدم له أكتر من مجال حتى يتخطى نفسيته يلي أوقات بتوقفوا بتستوقفوا بمعنى بيكون في شيء لازم يشتغل عليه بيدخل على فكروا بعض الأي ولا تتجاذبوا بعض الأفكار بجميع الأحوال اليوم مولود برش العذراء مطلوب منه أنه يتقدم الجو إيجابي الحظ موجود الأبويب مفتوحة قدامك الطريق ميسرة مسهلة تقدم وما تتأخر وما تتراجع وما تخلي حالك أو شخص يستوقفك إذا أنت عارف أنه هلأ وقتك لا تمشي فدافع عن حقك وتقدم الجو معك مية بالمية الحظ معك كلكم محظوصين بشكل خاص 26-27 أب أغسطس 16-18 أيلول سبببر يعني حتى بلاقي كمان جميع موليد برش العذراء اليوم محظوصين خاصة موليد أب أغسطس وين من تقل إلى برش الميزان مولود برش الميزان الجو اليوم عندك بيستوقفك حول مسائل يمكن تكون شخصية وعائلية هناك بعض الأمور يلي لازم تخلصها تشتغل عليها وتنهيها ضروري أنك تتفهم مع ولادك مع عائلتك بطريقة ألطف بطريقة أوعة بطريقة متفهمة أكتر لأنه يمكن صحيح أنت مزعوش نتفي عتلين هم شوي لكن بقلكم أنه هاي غيمة وبتمروا اهتموا بأموركم الشمس صارت موجودة ببرش الدلو معناتها في انقلاب المعطيات لصالحكم فحاولوا أنكم تتفهموا الأوضاع المنحاولكم بدون إثارة الغبار والمشاكل لأنه صدقوني الجو جيد بعض موليد برش الميزان عندهم اليوم يمكن احتفال أو عندهم حدث حلو عائلة أو عندهم عودة لجذورهم أو عندهم بعض القصص العائلية أو المنزلية عم يشتغلوا عليها يمكن يكون فيه سفر أيضاً الأوفر حظاً نسبياً اليوم موليد سبتمبر مع أنه بشوف أنه في عندهم بعض الانشغالات الشخصية مكمل مع برش العقرب اليوم مولود برش العقرب بيتنفس السعداء فيه عنده قوة دافعة لألو بتمكنه أنه يكون سباق يكون منافس قوي يكون قادر أنه يتعاطى مع ظروف بسرعة خاطر وبالتالي نجاحه اليوم مؤمن ومضمون روحوا على امتحاناتكم روحوا على شغلكم على لقاءاتكم عندكم الجواب الصحيح اليوم ما بتهدوا عندكم طاقة كتير كبيرة وصفوا بطريقة صحيحة لحتى ما تشتتوا أفكاركم حاولوا تكونوا موضوعيين وتركزوا تبقى الموليد الأوفر حظاً نسبياً 1-2 نوفمبر الأكثر تعباً يلي عنده معاكسات شوي 26-27 أكتوبر وصلكم فترة عم بتعانوا أنتوا من هاي المعاكسات هيدا كوكب أورانيوس بتكونوا تتابعوه فيكونوا تتابعوه يومياً أسبوعياً وبتتابعوني أيضاً بالأبراج الشهرية بنتقل لبرش القوس مولو برش القوس حكيت كتير عنك بشي حلوة بالأبراج الأسبوعية اليوم نهار بعتبره نهار حلو بعتبر اليوم نهار بكيف أك بيعطيك مثل ما نقول بيعطيك أدنيتك لكن اليوم بعتبر موليد برش القوس من الأبراج يلي بتربح يلي ما كانه مع الربحين ما في شي بيوقف بيدرب نجاحك بل حتى مطلوب من موليد برش القوس أنه يكونوا موجودين وحاضرين وسبقين وقدرين أنه يغيروا ويضيفوا ويشيلوا حتى أنتم اليوم مبدعين بمفاوضاتكم بكلامكم بأفكاركم قادرين أنكم تاخدوا حقكم وتنجحوا وتتقدموا وتطرحوا أوراقكم الربحة كونوا أسكياء بس مش كيف ما كان لكن اليوم نهار حلو للربح هلا كوكب المريخ موجود ببرش كون بلكن كونوا حاضرين لأنه معولي تجذبوا المشاكل والجدال والمشاكل والحوادث كونوا حاضرين موليد 4-5-6 ديسمبر كمل مع برش الجدي اليوم مولو برش الجدي الأمار ببرشو عانى من تأخير من خيبة أمل من مفاجأة مكانة سارة يوم الثانين أو الثالثة اليوم الجو بكيف أك اليوم الجو بيقلك أنت اليوم دورك لحتى تحكي لحتى تاخد لحتى تنطلق لحتى تتقدم الأجواء اليوم عند موليد برش الجدي مهمة جدا لأنه الضوء أخضر عنكم وبالتالي كأنه ناطرين منك جواب أو أنت ناطر حسم لمسألة أو ناطر أنه تتبلور الأمور ورح تتبلور الأمور ما رح يبقى شيء بندنج ما بقى في شيء ناطر ما بقى في شيء على لائحة الانتظار بالعكس بين اليوم وبكرة الأمور سوف تحسم ورح تتوضح لألك مية بالمية انطلاقتك مفروض تبين قرارك بينطلق ويلي بدك مفروض يوصل لألك الأكثر حظا 25-26 ديسمبر مع أنه بعتبر جميع موليد برش الجدي اليوم مفروض يكونوا محظوصين كمل مع برش الدلو صحيح الشامس ببرشك لكن الأمر موجود ببرش الجدي اليوم نهار انتظار ونطرة ما فيه كل شيء على نار خفيفي ويمكن حتى يتوقف كل شيء الجو اليوم محبط شوي لموليد برش الدلو يلي انطلقوا بقوة 2-3 فاليوم الأمور بتطلب منك أنك تنطر وتنطر دورك ويمكن تضطر تنطر للجمعة بعد الظهر وهيك بدو يكون عكل المولود برش الدلو كونوا حذرين ما تتسرعوا ما تعدوا كلمة نهائية لأنه معقولة تندموا وتقولوا يا ريت نطرنا وما حسمنا الأمور الجو اليوم بيطلب من موليد برش الدلو أنه يكونوا هاديين ورايئين وينطروا وما يحسموا أي مسألة لحتى ما يتسرعوا ومعليش اليوم حلو أنكم نتمهدوا اليوم نهار حلو لحتى أنتوا تاخدوا وقت لتغربلوا الأمور لتجوجلوا أفكاركن ولحتى تشيلوا الأمور يلي مش نافعة بحياتكن وتفضوا مكان وتخلوه لتستقبلوا أمور جديدة مع وصول الأمر لبرشكن يوم الجمعة إذن يوم هادئ ويوم فارغ من الحظوص كونوا حذرين جميع موليد برش الدلو نكمل مع برش الحوت اليوم مولود برش الحوت تتنفس شوي السعادة تعبت الثانين والثالتة اليوم يعطيك ندفت نفس ندفت قوي ندفت اندفاعة ندفت حماسي وبيحملك شوي من الدعم يعني اليوم إيد واحدة لحالة ما بتزقف اليوم مولود برش الحوت بدوا يكون مدعوم من الآخرين لأنه بانتظارها قتلة أسبوع صعبة لازم تسمع الأبراج الأسبوعية اليوم النهار بيعطي شوية حماسة لموليد برش الحوت وبيعطيهم شوية حظ وقوة في تدبير أمورهم صدقاتكن مصدقاتكن معارفكن كل هالأمور اليوم فيها تساعدكن فما تبقوا لحالكن كوكب الزهرة موجود ببرشكن الأكثر حظا اليوم بعتبرهم موليد 27-28 شباط فبراير 1 أدار مارس بختم مع مولود اليوم بقولوا لمولود اليوم أنه بانتظاره سنة سنة فيها تكون سنة منها الأدية تحمل تغييرات كبيرة لكن هايدي السنة بتكون تشتغلوا على حالكن أكتر شي على كل شي أنتو بتعتبروه مهم إن كان شهدات إن كان تعليم إن كان ثقافة إن كان لغة أي مهارة بتعتبروها أنه هي نوع من ثروة لإلكن أو بتمكنكن لازم تشتغلوا عليها هايدي السنة حتى نفسيتكن معنوياتكن كمان لا لازم تشتغلوا عليها إذا بتعتبرو إنه في عنكن أي شيء ناقص أو عائدة ناقص أو أي مسألة هي نقطة ضعف عنكن هايدي السنة رح تتركز عليها الأضواء لحتى تشتغلوا عليها ولحتى أنتو تربحوا شبعد فبراير نيسان أبريل حزيران يونيو تموز يوليو وأكتوبر هني أفضل الأشهر بيتمنى لكم يوم كتير حلو إلى اللقاء باي باي